دلوقتي جمعات موجز أنباء الساعة التاسعة صباحاً مع جمانة إليك جمانة شكراً لك حسام التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية استمرار وطيرة التشاور والتنصيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وخلال جلسة مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة كما شهدت المباحثات تبدل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي كما تم التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي كما تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحافظ على الاستقرار الإقليمي وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس السيسي ونظره الجزائرية أكد الجانبان على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك فضلا عن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب هذا وأكد رئيس السيسي أنه تم التوافق مع الرئيس الجزائري على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كما أوضح الرئيس السيسي أنه تم توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وألية التشاور السياسية بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين أعلنت وزارة الخارجية أن تحالف الأجندة الجديدة الذي يضم في عضويته كل من مصر والبرازيل وأيرلندا والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا أصدر بيانا يتضمن موقف التحالف من البيان المشترك الذي أصدرته الدول النووية الخمسة في الثالث من يناير الجاري بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباق تسلح وأوضح من دون مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن دول التحالف أعربت في بيانها عن قلقها من مواصلة الدول النووية تحديث ترسانتها النووية بما لا يتصق مع التزامات هذه الدول ذات الصلة بنزع سلاحها النووية أخذا في الاعتبار أن استمرار حيازة هذه الأسلحة يمثل مصدر تهديد واضح للإنسانية وجهت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم التهنئة إلى الطبيب المصري الأسترالي الشاب دانيل نور لاختياره شخصية العام على مستوى قارة أستراليا في فئة الشباب وعبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بما قدمه دانيل نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1783 متعافيا من فاروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجماليون متعافي من الفيروس إلى 347.575 حالة هذا وأعلنت الصحة تسجيل 1809 حالات إيجابية جديدة و35 حالة وفاة قال مسؤول كوري جنوبي من المخاوف المتعلقة بشأن استجابة البلاد لانتشار المتحور ومكرون في ظل تسجيل البلاد أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفايروس كورونا منذ بداية الجائحة وعلى الرغم من تسجيل عدد يومي من الإصابات عبر مسؤول وزارة الصحة سونج يونغ راي عن ثقته في استجابة البلاد لفيروس كورونا لتقليل الضرر وتم تسجيل ارتفاع عدد الحالات في نفس اليوم الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية تطبيق تدابير استجابة جديدة منها تقليل فترات الحجر الصحي وتوسيع الاختبارات السريعة أعلن التحالف العربي أن طائراته استهدفت مناطق عسكرية تابعة لقوات الحوثي بالعاصمة صنعاء وأوضح التحالف العربي أنه تم استهداف معسكر السلاح السيانة ومحيطه في حي الضغضة شمال العاصمة هذا وكان التحالف العربي قد أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات مشيرا إلى أن العملية استجابت للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية نهاية موجز التساعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل